موسيقى تحية من القلب بوجهة لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتبعونا من لبنان ومن كافة أنحق العالم بهالحلقة من آخر موقف بالسياسة للمصلحة أحكامة وحكامة بالأمن المصلحة الحزبية والطائفية مأمنة بالاقتصاد المصلحة الفئوية مضمونة ولكن معلبة بشعار مستهلك عنوانه المصلحة العامة وبوسط لعبة المصالح شو دور المواطن بالبنان الآية معكوسة المواطن بخدمة المسؤول وما بيحرك المسؤول إلا الشارع ولو كانت المطالب حياتية ومن أبسط حقوقه وبلبنان ما بيحرك الاستحاقات الداهمة إلا الخارج اللي بيتحفنا بتصريح ديبلوماسية رافضة للتدخل بشؤون اللبنانية الداخلية على الرغم من تجارب سابقة غير مشجعة لإنتاج رئيس صناعة لبنانية 100% بعيداً عن صيغة ضبابية عنوان رئيس توفقه بلبنان كرم ضيافة سياسيه أوصلت لمليون لاجئ سوري مسجل والعدد بلغ بالمقارنة مع السكان النسبة الأعلى بالعالم فهل يكون مصير شبيه بمصير الفلسطينيين المقيمين بلبنان؟ وبللبنان أيضاً للأزمة السورية تداعيتها وللسياسيين حساباتهم وأمالهم؟ فهل يكون سفك الدم بين الأخوة السوريين على قد أمالهم؟ سمحوا لنا نستقبل بهالحلقة من آخر موقف الصحافة خلدون زين الدين الله معك خلدون بس هل خير تانيا كيف الصحة؟ ماشي الحال اليوم أنا بدي أقول للمشاهدين أنه حبيت تخصنا بهيدا اللقاء الأول لإلك كضيف مش كمحاور وأنا هيدا شي فخر لإلي وبعتز بوجودك معي بالبرنامج وأنا كمان بشرفني تانيا نظراً للخبرات اللي راكمتيها على مدى سنوات صلنا فرص كتير أن نشتغل مع بعضنا وكل هذه الفترات فعلاً أثبتت أني كنساني جديرة يعني أنا اللي شرف أني أكون معيك وضيفك اليوم كلك زوء خلدون بالبداية طبعاً لابد ما ننطلق من آخر موقف غبطة البطرك الرعي طبعاً واللقاءات اللي عم بيقوم فيها بجناف تحديداً حيث التقى بالأمس الأخضر الإبراهيمي طبعاً ما بوصل خاص للأمم المتحدة إلى سوريا وديبلوماسيين بمقر إقامته بالسفارة البابوية بجناف إذا بدنا نحكي عن الأهمية التي تكتسب يعني أي أهمية تكتسب اللقاءات اللي عم بيقوم فيها غبطة البطرك بيهدتوا إيد بالزيد يعني يمكن القول بيضل الأزمات اللي عم بيشهد لبنان إنه بكركي والبطرك تحديداً بد يمثل قارب النجاة لهذا البلد البلد المجبول بالأزمات والمشكلات الكبيرة من استحقاق أزمة إلى استحقاق أزمة أخرى وهكذا دولي البطرك الرعي عم بيحاول يبين إنه نحنا بإمكاننا بعد نصنع اللي نحنا بدنا إياه بإمكاننا بعد إنه نلاقي طريق لهيدا الأمل لو صدت كل الأفاق أمامه بإطار لقاءاته لقاءه مع الأخضر الإبراهيمي بالطبع الأخضر الإبراهيمي هو اللي عم بيقود المساعي بسوريا لمحاولة إيجاد حل سلمي تسووي لهذا الملف الذي يبدو أنه سيطول ويطول كثيراً لسنوات وسنوات من هذا المنطلق ربما يعني لم يرشح الكثير عن ما دار في اللقاء أو ما سيدور ربما من لقاءات أخرى ولكن الأرجح هو الهواجس المسيحية القلق الذي لا ينحصر فقط بالمسيحيين إنما يطال كل الأقليات في ظل التشدد في ظل الإرهاب المتعدد للأوجه اليوم والذي مع الأسف بعض الدول ترعاه ولو بشكل علني دون خجل ودون وجل تعتقد أنه المسيحيين والأقليات بالمنطقة هم عرضة أكتر من غيرهم للاستهداف بواقع البعض الآخر يعني في بعض يعتبر أنه هذه حالة عنف عامة عبدالطال لكل دون استثناء صحيح الأقليات لي لأنه بظل وجود معسكرات إذا صح التعبير يعني وجود أكثريات أكثرية مسلمة مقابل أكثريات ربما من طواقف أخرى الأقليات أنه بيبقوا يعني الأساس بأي بلد ممكن أن يكونوا فشة خلق إذا صح التعبير كمامة مسمية باللبنانية لهذه المجموعة أو لتلك ولكن بنهاية المطاف كما ذكرت الأقليات هناك أقليات مسلمة هناك أقليات مسيحية والكل عرضة للخطر خلونا نعرف أنه غبطة البطرك متابعة للملف الاستحقاق الرئاسي وعنده تصريح واضح بهذا الإطار طبعا لا يدخل بلعبة الأسماء لأنه لا يريد التورد بلعبة الأسماء أو تفضيل مرشح على حساب مرشح آخر ولكن بالعموميات يعني بيحكي بإطار أنه بدنا رئيس يكون عنده سجل نظيف يكون متميز بأخلاقياته إلى ما هناك اليوم بأداب وأصول الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالعديد من الدول الديموقراطية منلاحظ أنه فيه ألية بتم الالتزام فيها من جانب كل مرشح بيطرح نفسه بيطرح برنامج عمله وبيحاول يسوقه للرأي العام وقد يضطر البعض للوجوء لمناظرات تليزيونية بهذا الإطار هذه المرحلة على الرغم من أهمية مغيبة عنا بالدول العربية ليش برأيك؟ وفيما لو كانت موجودة شو كانت تغير؟ بالتأكيد بالحديث عن الديموقراطية الديموقراطية مش مجرد تعبير بالعام نطلقها الديموقراطية بشكل عام الديموقراطية هي ممارسة على الأرض الديموقراطية هي مؤسسات الديموقراطية هي قوانين تحكم الديموقراطية هو قضاء يمكن أن يحاسب المسؤول الحاكم والمحكوم في الوقت نفسه بالتالي للوصول إلى رئيس ديموقراطية بكل معنى الكلمة بحاجة لتوفر بعض المعايير نحن عندنا في لبنان يمكن أن نقول الرئيس القوي ولكن شو هي مفاهيم الرئيس القوي؟ هل الرئيس القوي هو الرئيس اللي بيتمتع بالحكمة مثلا اللي عنده علاقات قوية مع الخارج؟ هل الرئيس القوي هو الرئيس اللي يمكن عنده الخلفية الاقتصادية الكبيرة؟ هل الرئيس القوي هو اللي عنده سجل في لبنان ربما؟ الزرف اللي بيتحكم بهالمقاومات بالتالي نحن لو نظرنا إلى المسألة الديمقراطية بالخارج وبالوطن العربي يعني لبنان بعد أفضل شوي من بقية الدول العربية ولكن المسألة صعبة جدا بحاجة لسنوات وسنوات لترسيخ مفهوم الديمقراطية لترسيخ حكم الشعب ومشاركة الشعب باختيار الرئيس اللي عم بيرجأ لأيرو لكن المغضلة والأساس هي بثقافة الشعوب ثقافة أي شعب وإيمانه بالديمقراطية طيب اليوم يقول غبطة البطرك أيضا الفراغ إهانة لكرامة الوطن والشعب هل هو إهانة لللبنانيين برأيك أم هو إهانة للموارنة بشكل محدد؟ يعني أنا بالنسبة لهذا الموقف لفت الانتباه بعيدة الأحد عزية الأحد اللي قال فيه حذارة تلاعب بهذا الاستحقاق الرئاسي الذي هو أساس كل مؤسسات الدولة الكلام عن الفراغ أو السعي إليه لأغراض خفية إنما هو إهانة لكرامة الوطن والشعب ودليل أيضا عجز لدى النواب هي إهانة حتى لنوابنا أنه نحن ما نقدر نوصل لرئيس بطرق ربما اللبنان يشهد كل ما يشهد اليوم من أزمة خشبة الخلاص هي وجود رئيس رئيس يحظى بثقة كل اللبنانيين للعبور إلى كل الاستحقاقات التي تواجه المنطقة وليس لبنان فقط من سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى مصر إلى تركيا كل هذه الملفات بحاجة لبنان أن يستخلص منها العبار للوصول إلى رئيس يحصن المؤسسات ويقي هذا البلد من شر الفتن المتنقلة اليوم نسمع كثير عن ظروف استثنائية تتحكم بعملية انتخاب رئيس الجمهورية وحتى مرات قد تخل بالالتزام بالمواعيد الدستورية المعروفة بهالإطار لماذا دايما نلجأ إلى القول بأنه في ظروف خطيرة استثنائية عم بتهدد الوطن مع العلم بأنه ست رؤساء على مرأة تاريخ جار انتخابهم بطريقة طبيعية تم احترام فيها المواعيد الدستورية ليش برأيك؟ أصبحت اليوم ظروف الاستثنائية بمثابة خلاص للمسؤولين يعني إنقاذ لماء الوجه كما يقال من خلاص من هذا الاستحقاق ظروف استثنائية بتحتم وصول رئيس ولكن الرئيس الذي يصل عبر هذه الظروف الاستثنائية أو أن يكون رئيس قوي يفرض كل التطلعات التي ربما بحاجة لبنان إليها أو أن يكون رئيس الظروف الاستثنائية رئيس ضعيف بلا هوية بلا شكل يعني مجرد منصب لا أكثر ولا أقل بالتالي الظروف الاستثنائية في لبنان هذا التعبير بحد ذاته يجب التخلص منه بشكل نهائي لبنان بحاجة إلى رئيس الشعب يختاره الشعب يثق بهذا الرئيس وكل مكونات المجتمع طبعا من أحزاب سياسية وإلى ما نعرف أن الفراغ بموقع رئيسة الجمهورية وسيء ومش محبذ ولكن إذا بدنا نشوف النص المليون من الكببية هل ممكن يستفيد المسيحيين برأيك من الفراغ الرئيسي؟ للمطالب يأثر باستجاع بعض الحقوق؟ يعني لو كان يفيد الفراغ لما حذر البترك من هذا الفراغ ولما وصف الفراغ بالإهانة حتى لمسؤوليين ونواب البلد بطبيعة الحال الفراغ لن يفيد المسيحيين ولا يبقى شكل من أشكال بالعكس الرئيس القوي هو الذي يحمل المسيحيين وأبعد من المسيحيين يحمل لبنان إذا بدنا نتجه من الملف الداخلي اللبناني لملفات موسعة أكتر تشمل المنطقة محليا ودوليا العاهل الأردني زهر الفاتيكان والتقى البابا فرنسيس ويبدو أن المباحثات تركزت حول الأزمة بسوريا ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة هناك وأيضا على القضية الفلسطينية وغدا من المرتقب أن يزور موسكو أيضا بأي إطار تضع الحركة الديبلوماسية الناشطة؟ العاهل الأردني الذي زهر الفاتيكان من المواضيع الأساسية التي يبحثها هي مسألة الحوار الإسلامي المسيحي هذه نقطة تقلق الكثيرين الحوار الإسلامي المسيحي هو حوار المطلوب مطلوب بهذه المرحلة أما بالنسبة لزيارته إلى موسكو ولقاءه المسؤولين في موسكو المعروف أنه علاقات من الثقة تربط العاهل الأردني مع الرئيس الروسي والملف السوري هو الملف الأبرز اليوم خصوصا أن الأردن كما لبنان هو بلد جار لسوريا هناك يحكى عن مخيمات تدريب تتم في الأردن هناك عبور هناك أزمة لاجئين كل يوم هناك عدد كبيرة من لاجئين تصل إلى الأردن كذلك إلى لبنان وإن كانت في الأردن مضبوطة أكثر ضمن معايير محددة أكثر كما في تركيا ولكن المسألة السورية هي المسألة والطبق الرئيس في اللقاء العاهل الأردني مع المسؤولين في موسكو ولكن المعلومات تقول بأنه اللقاء سيكون باتجاه دفع الروس لأنه يضغطوا على الجانب السوري لتأجيل موعد الاستحقاق الرئاسي في سوريا المقبل في حزيران مع العلم بأنه وزير الأعلم كان عنده وزير الأعلم السوري كان عنده موقف بالأمس ليفت يقول بأنه الاستحقاق الرئاسي بسوريا موعد مستقل بزيته عن العمليات العسكرية ولا أي ضغط ممكن يغير أو يأجل بهذا الموعد هناك ضغط هناك هدف للوصول إلى مرحلة انتقالية إلى حكومة انتقالية أقصى ما ربما تقبل به إيران لو أخذنا مثل كلعب أساسي في الملف السوري هو الوصول إلى حكومة انتقالية مرحلة انتقالية بصلاحيات نوعا ما موسعة بمشاركة المعارضة بمشاركة النظام أيضا ولكن الاستحقاق الرئاسي على ما يبدو أنه سيتم في الموعد بس أي معارضة بدأت شارك؟ ولكن من سيشارك في هذا الاستحقاق؟ من سينتخب؟ الاستحقاق بطبيعة الحال لن يطال كل شرع حي المجتمع السوري لأنه في حركة نزوح لن يطال كل المناطق السورية سيكون هناك محدودية في مناطق معينة والرئيس سينتصر سيفوز ولكن هل يحظى بالشرعية؟ بالتأكيد لا الشرعية هذه تحدث عنها حتى نائب وزير الخارجية الروسي الذي قال أن عدم مشاركة كل الشعب السوري وكل المناطق السورية هي ضربا لهذه الديمقراطية أو لأي شرعية يمكن أن تكون حتى للرئيس السوري والأجواء كيف رح تكون بزل هذا الاستحقاق؟ هل الأجواء هادية على السحة الميدانية؟ رئيس هيئة الأركان المشترك الأمريكي مارتين ديمبسي يتحدث عن النمواضي للسوري قد تحتاج إلى ما لا يقل عن عشر سنوات للحل أيضا الرئيس السوري يتحدث في موقف أخير عن أنه سني طبعا سني للوصول إلى تأمين بعض المناطق الاستراتيجية ولكن هل هذا المسموح أنه بعد عام تصل سوريا إلى الاستقرار؟ بالتأكيد لا بالتأكيد لا خصوصا أنه في العلاقات الدولية ليس هناك ملف منفصل عن ملف الآخر روسيا تتحرك في أوكرانيا بعد القرم هناك توجه نحو الشرق كيف سيرد الغرب؟ يرد بالعقوبات ولكن أيضا هناك فصحة أخرى للرد عبر الملف السوري رأينا ربما نوع من شرعنا ولو لم تكن علانية أو رسمية لفرض نوع من حذر جوي في مناطق الساحل تحديدا هناك إسقاط لطائرة سورية كانت من قبل تركيا وتركيا هي في النيتو بالتالي ربما أي تدخل لنيتو ولو بمناطق محدودة مناطق استراتيجية قد يبقى قائما للرد على ما يجي في أوكرانيا هناك ترابط لكل هذه الملفة وبالنسبة لجنافة ثلاثة هل سيُعقد؟ وهل ينجح حيث أخفق جنافة ثلاثة؟ النظام حدد الوافد وذهب إلى جنافة ثلاثة ولكن كان هناك حسب من البداية أنه لن تكون هناك موافقة على حكومة انتقالية هذا الأمر مرفوض خصوصا لأن من المطروح أن الحكومة الانتقالية أيضا لا تكتفي ببعض الصلاحيات السياسية إنما العسكرية أيضا يكون إلى كلمة بالنسبة للقوات المسلحة الموجودة على الأرض بالتالي جنافة ثلاثة حسب ما توضح المعطيات حتى هذه اللحظة أكيد المصير الفشل ولا يبدو أنه سينعقد في القريب خلدونا بالنسبة لطبعا تأثير الأزمة السورية على الداخل اللبناني تدعيات أمنية كتير خطيرة عم نتلمسها على الساحة الداخلية اليوم كما قالت وكالة الليجئين الدولية مليون لاجئ سوري مسجلون بلبنان تأثير لها التدفق الهائل للسوريين على الداخل اللبناني أي جوانب ممكن يطال بلشنا نشوف منها جانب الأمنة سيقات القتل الاجتماعي الأعبال المدية الهيلي اللي عم بيتكبدها الشعب اللبناني ولكن إلى جانب هذه الأثار السلبية شو في ننضيف أيضا أثار خطيرة هل يمكن أن نضيف أكثر من ذلك تاني؟ يعني مجرد هذه الأزمات التي تحدثت عنها الجانب الأمني الجانب الاجتماعي الجانب الاقتصادي تكفي لتكون هي المعضلة قائمة بحد ذاتها يعني الكثير من المؤسسات اللبنانية تخلت عن موظفين لبنانيين لصالح الموظفين السوريين للتوفير بعض الأجر وهذا مفهوم لكون اللبناني يعاني في الأساس فكيف أن تضاف إليه أزمة أخرى هي أزمة اللاجئين السوريين؟ اللاجئ السوري يمكن أن يرضى ربما بتكلفة أقل بسعر أقل بمعاشي أقل من المواطن اللبناني والمؤسسات من مصلحتها اللجوء إلى ذلك كان من المفترض منذ البداية التانية أن يتم معالجة هذه المسألة في لبنان مع الأسف اعتدنا أن نعالج كل الأمور ولكن في مرحلة لاحقة أعطيك مثل تركيا مثلا مع بداية الأزمة السورية أو البداية الحديث عن الأزمة السورية يمكن أن تنشأ اجتمعوا وتباحثوا في أزمة اللاجئين قرروا بعض المناطق لإقامة المخيمات باحثوا ربما كيفية مساعدة أؤلاء اللاجئين نستمع إلى الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا يتحدثون عن أن المساعدات جيدة تصلهم مساعدات طبية مساعدات إنسانية وغير ذلك ولكن في لبنان ماذا جرى؟ أعداد كبيرة تنزح باتجاه لبنان أعداد كبيرة تنزح باتجاه الأردن ولكن لبنان يبقى هو الخاسر الأضعف نظرا لأزماته الداخلية ونظرا لغياب التخطيط مع الأسف في دعوات لإقامة مخيمات آمنة لهؤلاء اللاجئين ولكن شو بالنسبة لمعايير إقامة مثل هذه المخيمات؟ خلينا نعرف منك بعد الوقفة بعد الفاصل مشاهدين متابعين معكم ومع ضيفنا الصحافة خلدون زين الدين متابعين معكم مشاهدين ودخلنا إلى القسم الثاني من حلقتنا مع ضيفنا الصحافة خلدون زين الدين منرحب فيك من جديد أهلا فيك قبل الفاصل كنا عم نحكي عن تدعيات الأزمة السورية على الداخل اللبناني وتأثيرها السلبة الذي يطال مختلف جوانب الحياة حياة المواطن اللبناني وكنا عم نحكي عن إقامة مخيمات للجئين السوريين والدعوات اللي اسمعنا فيها اللي ما يتم غض النظر عنها بالبيدية ولكن هلأ عم نرجع نسمع فيها كتير لأنه وسطة الأمور أصبحت خارج عن السيطرة بالنسبة لمعايير إقامة مخيمات آمنة للجئين شو فينا نقول عن هيدا النقطة خلدون؟ هناك معايير طبعا دولية تأخذ بعين الاعتبار في حالات مشابهة ولكن يعني ما يهمنا كلبنانيين بإقامة المخيمات هو الشق الأمني أكثر يعني حصر بعض اللاجئين في مخيمات لائقة هذا الأهم ليس مخيمات ربما تسيء إليهم ولكن حصر في مخيمات لائقة السؤال المطروح هو أين نقيم هذه المخيمات؟ هل داخل الأراضي اللبنانية أم هي داخل الأراضي السورية؟ هل الأراضي السورية آمنة لمثل هذه المخيمات إقامة هذه الخيم وتأمين المساعدات؟ هل في الأساس نجحت مساعي الممارات الإنسانية إلى سوريا؟ كل هذه تطرح إشكاليات ربما تعيق إقامة المخيمات في القريب شو بنفهم يعني لأين وصلهم؟ يعني الأفضل هو بعد الإجراءات الأمنية اللي تمت على الحدود ضبط الحدود ومساعي الجيش لوقف السيارات المفخخة وغير ذلك ربما المساعي الأبرز هي لحصر اللاجئين السوريين ولكن السؤال يعني هناك بعض الأرقام تانية يعني مثلا يتهجر 300 شخص كل ساعة في سوريا وتسعة تلاف شخص تحت خط الفقر الأدنى 2500 شخص يفقدون القدرة على تأمين قوتهم كل يوم وعشر تلاف شخص يفقدون عملهم كل أسبوع ويقتل 6000 شخص في الشهر وبالإضافة إلى خسارة الاقتصادية 109 مليون دولار هذا من الناتج المحلي الإجمالي كل يوم إضافة من الأزمة السورية بطبيعة الحال اللاجئين السوريين في سوريا مكان تواجدهم محفوف بالكثير من المخاطر لبنان عليه السلوك ربما الطريقة التي سلكتها تركيا ما يعتمده الأردن لضبط الحدود هذه هي الطريقة المثلة والتسريع في مسألة إقامة المخيمات والبحث عن إيجاد ربما تسوية للاجئين السوريين الذين وصلوا إلى لبنان منهم بطريقة شرعية هناك عدد كبير بطريقة غير شرعية كثير يخشون من أن يلقى السوريون المصير نفسه الذي لقى الفلسطينيون في لبنان هل عندكم مثل هالمخيوف أيضا؟ يعني هذه المسألة تبقى محدودة ولكن غير واردة أساسا الفلسطينيين موجودين ولكن حق العود دائما مطروح أننا لن نبقى في لبنان حق العود هو من الحق الطبيعي لنا كفلسطينيين بالعودة إلى أراضينا في سوريا الكثير من اللاجئين يتحدثون عن أنهم سيعودون إلى بلادهم يعني السوريين الموجودين في لبنان لا يعيشون حياة طبيعية أيضا فقدوا ممتلكاتهم فقدوا أراضيهم فقدوا الأمان الموجود في البلاد متى عاد هذا الأمان إلى سوريا سيعودون؟ الأرض تبقى ثانية هي الأساس يعني المسيحيون يتخوفون على الأرض الأقلية تتخوف على الأرض أيضا اللاجئين السوريين يتخوفون على ممتلكاتهم وعلى أراضيهم سيعودون إلى بلادهم يعني حسب أعتقادي لأنه التوترات الأمنية اللي عم نشهدها بأكتر من منطقة بالداخل اللبناني سبب وخلفيتها الأزمة بسوريا شو فينا نقول عن سر نجاح الخطة الأمنية إن بطرار السياسي وبعدين مثل ما نطرين بالبقاع وأيضا في بيروت القرار السياسي تانيا لأنه كما تعلمين وصلت التحديات الأمنية والاشتباكات إلى قلب بيروت إلى جانب المدينة الرياضية في بيروت بالتالي باتت العاصمة بيروت مهددة أيضا هذا بالاشتباكات فكيف بالنسبة للسيارات المفخخة التي تنفجر في كل مكان تحديدا في الضاحية الجنوبية هذه المسألة لن يقبل بها أي لبناني اليوم البعض بيعتبر أنه لأنه أمسكت جهة سياسية معينة بهذا الملف صرنا عم نشوف بوادر إيجابية وبوادر حلحلة أنا أعتقد أن أبعد من ذلك يعني كي لا نذهب فيه ونغوص في هذه التحليلات القرار السياسي هو الأهم القرار السياسي من كل اللبنانيين من البنانيين ولا من الخارج أصدق؟ من اللبنانيين ومن الخارج اللي من مصلحته الإبقاء على نوع من الأمن والاستقرار في لبنان تفاديا لما يجي في بقية بلدان المنطقة ولكن القرار السياسي لبناني هو اللي سمح بنجاح القطة الأمنية من طرابلوس وأيضا في البقاع وغيرها إذا بنا نروح على مصر طبعا لحتى نشوف الوضع هناك وضع الأقباط الوضع المتوتر بيظل تحضير أيضا لاستحقاق رئيسة كمان في أكتر من مرشح مطروح ومن بيناتهم السيسي السيسي وحمدين صباحي ومرشحان البارزان الأكثر الوضع في مصر تانية يعني بوجود السيسي هو رئيس الضرورة كيف ذلك؟ لأن يبقى الجيش هو العمود الأساس في مصر هو المؤسسة التي تحضى بثقة المصريين أو على الأقل بغالبية ثقة غالبية المصريين بالتالي السيسي نعم سيصل إلى الرئاسة السيسي من مصلحة مصر أيضا من مصلحة دول الجوار أن يصل السيسي باستثناء بعض الدول التي تدعم المشروع الآخر وهو مشروع الإخوان ولكن هناك مصلحة أمريكية ولو علنية هناك مصلحة روسية هناك مصلحة سعودية بأن يصل السيسي وسيصل إلى سلدة الرئاسة يعني حظوظه مرتفعة بالمؤرنة مع غيره نعم طيب اليوم هل هو يحظى بثقة الأقليات بمصر؟ بالتأكيد يحظى بثقة الأقليات إلى حد ما يعني الأقليات تحديدا الأقباط كانت لهم تجارب كثيرة مع رؤساء توالوا على السلطة في مصر ولكن الأخوان المسلمين أيضا قاموا بالكثير من الممارسات التي طالت الأقباط ولم تكن من مصلحة الأقباط وصول السيسي وبقاء السيسي بهذا الشكل هناك هجمات على مناطق مسيحية قبطية هناك اعتداءات حتى على الكنائس ولكن السيسي ربما هناك الأنبى أعتقد في هولندا تحدث عن أن السيسي قد يمثل شبكة أمان للأقباط في مصر أعتقد إذا لم أكن مخطئا هو الأسقف في هولندا بهذا الإطار المتحدث باسم الكنيسة الكاتوليكية المصرية بمصر الأب رفيق جريش اعتبر أنه من المستحسن وجود مسيحي ضمن الفريق الرئيسي كمستشار أو مساعد للرئيس القادم للبلاد واعتبر أيضا أنه الكنيسة الكاتوليكية المصرية تقف على مسافة واحدة من مرشح الرئاسة في مصر يعني الكنيسة بمصر ما بتتبنى دعم أي مرشح على حساب الآخر ليس من مصلحتها تبني أي مرشح من مصلحتها اليوم ربما الوقوف إلى جانب السيسي ولكن أيضا السيسي هو الرجل القوي السيسي هو الذي يمكن أن يحمي الأقباط في حال وجود تفاهمات معه بالنسبة لفريق الحكم بالنسبة لوجود مستشارين من المسيحيين وهذا وارد طبعا وارد لكن تبقى الحصة أنها عدد الأقباط الموجودين في مؤسسات الدولة مقارنة مع الطوائف الأخرى تحديدا الغالبية السنية في مصر مسار التطورات في مصر كيف بتشوفه أفق التطور الأمور هنا؟ مصر تبقى هي أم بحسب رأيي الثورات في الوطن العربي لماذا؟ لأنه في مصر بعد عام واحد من وصول الإخوان إلى السلطة تم إسقاط هذا المشروع هذا المشروع الذي أحكم السيطرة على كل مؤسسات الدولة على كل مرافق الدولة حتى وصولا إلى القضاء يعني الإخوان مارسوا مشروعهم بطريقة مخطئة تماما 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 لم يستخدموا السلطة بطريقة تحمي بقية فئات المجتمع بل أنهم احتكروا كل هذه السلطات في يدهم وتهجموا على بقية الفئات سقط المشروع هناك مشروع آخر اليوم بدعم من السعودية المشروع المقابل لمشروع الإخوان هذا المشروع أثبت قوته على الأرض ومصر قد تشهد بعض المواجهات يعني الإخوان يرفضون التسليم بما جرى نعتبرون أن ما جرى هو انقلاب على السلطة الشرعية وهنا نعود إلى السؤال الأول مسألة الديمقراطية ثانية وصل الإخوان إلى مصر عبر الصناديق ولكن الممارسات بعد عام أثبتت الفشل الكبير بالتالي إسقاط هذا الحكم يصبح هو أيضا شرعي هذه عملية الإسقاط نظام الإخوان المسلمين تصبح شرعية تأخذ هذه الشرعية بالتالي ليس هناك انقلاب كما قيل الانقلاب تشارك فيه القوات المسلحة ويأخذ مناح أخرى الشعب المصري خرج في تظاهرات أخرج الإخوان وأسقط هذا المشروع الذي يتهدد مصر يتهدد حرية مصر يتهدد التعايش الذي ساد لسنوات في مصر تبسيس التضييق على الإخوان المسلمين اليوم المعتمدة في مصر أو حتى تصنيف الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابة سواء بمصر أو بالسعودية ألا تعتقد بأن انتهاج مثل هذا السلوك بحق هذه الجماعة يهدف إلى عزهم عن الحياة السياسية وبالتالي بنمى التطرف أكثر وأكثر حول العالم معك حق بالنسبة لهذه المسألة يمكن الطريقة المثلة للتحاور مع الإخوان المسلمين هي مؤشراكهم في الحوار مؤشراكهم في القمع يعني أكيد القمع سيولد القمع العنف سيولد العنف ولكن الحوار هو الذي يؤسس لمستقبل ناجح لمصر الواضح أن السلطة ربما لكون ممارسات الإخوان فرضت ما جرى ولكن هناك أسيسي اليوم أيضا هناك أحكام غريبة يعني بالنسبة لتنفيذ حكم الإعدام لـ 529 من مناصري جماعة الإخوان والقياديين أيضا هذا حكم أثر القلق أثر قلق الدول وكان هناك موقف أمريكي معارض لها كذا أحكام المطلوب هو الحوار الحوار هو طريق المسلم والإخوان عليهم أن يلتزموا بمشروع الدولة الخراب لن يحمي الإخوان المسلمين ولن يحمي مصر سيحولها إلى بلد من الخراب والدمار كما جرى في بقية البلدان ولكن مشروع قوي مشروع السيسي ربما يحمي عبر القمع إلى فترة محددة ولكن الحوار يبقى هو الخلاص بس أم تحكي عن حوار حوار على شو بمصر حوار على بداية استقرار مصر هذه هي النقطة الأولى من مصلحة الجميع هو استقرار مصر الحوار تاليا على وقف العنف يعني كأخوان مسلمين في النتيجة تدخلون في مواجهات والمواجهات أيضا تنتقل من منطقة إلى منطقة أخرى مصر بحاجة إلى الأمن مصر بحاجة إلى الاستقرار ومصر ينتظرها الدور الكبير الريادة في الوطن العربي مصر الآن مغيبة أيضا الدور السوري مغيب على حساب أدوار أخرى عربية ولكن لا تقوم بالواجب المطلق بالانتقال إلى تركيا نحن نستفيد من وجودك معنا تنعمل إطلالة شاملة على أبرز المواضيع اللي عم تشغل الساحة المحلية والإقليمية والدولية أيضا ما يجري في كسب تحديدا من الزاوية التركية كيف توصفه؟ يعني النقطة الأولى تانية هي خطاب النصر بعد الانتخابات المحلية في تركيا خرج رجب طيب أردوغان ليتحدث على أنه سندخل إلى عارينهم وسيدفعون ثمن كل ما جرى في تركيا يتحدث عن الداخل لأنطلق منه إلى خارج بالتالي كان هناك رهانات كبيرة كان هناك قضايا فساد كان هناك قضايا حريات كان هناك حجب لموقع تويتر الانتخابات المحلية محققا نسبة 45% كان الريهان هل يحقق أردوغان 40% أم لا أي خسارة لأردوغان ستمثل خسارة له في الاستحقاق الرئاسي الذي يتطلع إليه ليكون الرئيس الأول المنتخب من الشعب بمعنى اليوم في تأييد واسع من شريحة واسع على إلو يبقى أثبت رجب طيب أردوغان أنه هو الزعيم الأقوى في تركيا كل ما فعله الداعية فتح الله جولين بات في السياسة بات مجرد مواقف لنعكس في الصندوق ولا بأي شكل من الأشكال هناك تقدم مثلا لحزب الشعب الجمهوري هناك تقدم للحركة القومية بنسب معينة في التصويت ولكن رجب طيب أردوغان هو الأقوى بالتالي انطلاقا مما يجري في الداخل التركي من هذا النصر الذي يتحقق ويمكن لرجب طيب أردوغان أن يتقدم أكثر بالنسبة لمعركة الساحل مصر ومعركة الساحل هي مصلحة تركية أيضا ليس من مصلحة تركيا عودة النظام إلى الساحل هناك منفذ وتركيا تدعم على رؤوس الأشهاد كما يقال المعارضة السورية تؤمن المساعدات وأي تدريبات يمكن أن تكون في تركيا وأيضا في الأردن بالتالي معركة كسب تكتسب الأهمية الكبيرة وتركيا ماضية في دعم المعارضة إلى أبعد الحدود تركيا رحبت بالأرمن الفرين من كسب السورية كما عبرت ببيان وزارة الخارجية التركية وهي تفتح أبويب أمام الشعب السوري لحمايته من الأحداث الجارية ببلاده لإعتبارات إنسانية بوقت كان فيه تحميل من الداخل اللبناني طبعا أرمن لبنان للجانب التركي المسؤولية الكبرى بحماية أهل كسب السورية اليوم فيه علاقة يمكن تاريخية متوترة بين الأرمن والأتراك تحديدا اليوم هل يمكن الوسوق بمثل هالإجراءات المتخزة لا حماية الأرمن بتركيا؟ حماية الأرمن أيضا تتوازى مع ملف الأكراد الحوار مع الأرمن والحوار مع الأكراد نعتقد أن راجب طيب أردوغان بات يدرك أكثر أهمية الأقليات الموجودة أهمية الحوار مع الأرمن أيضا أهمية الحوار مع الأكراد بشكل كبير جدا من هذا المنطلق أعتقد أن الثقة ستنمو وتتعزز بين الجانبين وإن كان هناك الكثير والكثير الكثير من الملاحظات بالنسبة لمطالبة الأرمن لرجب طيب أردوغان بالاعتذار عن المجازر التي ارتكبت ولكن أعتقد أن هذه الملفات لن تكون هي الحيز الأبرز في ظل ما يجري في الجوار الجوار المشتعل رجب طيب أردوغان سيركز على الداخل سيحاول الفوز بنسبة كبيرة في الانتخابات الرئاسية التركية ومن مصلحته التحور مع الجميع يعني المعارضة في تركيا حزب الشعب الجمهوري الحركة القومية ليس هناك من مؤشرات لتحالفهم لو تحالفوا لحققوا نسبة 44 فئة المئة ولوازوا ربما النصر الذي حققه رجب طيب أردوغان في ذلك الحين يصبح الأكراد هم الذين يرجحون يملكون نسبة 7 فئة المئة هم الذين يرجحون ولكن المعارضة في تركيا أيضا منقسمة ومشتتة رجب طيب أردوغان سيكسب ثقة أكبر شريحة ممكنة للفوز بالانتخابات التركية التي للمرة الأولى تجري بصوت الشعب شو موقع تركيا اليوم بنظر الغرب؟ تركيا خاضت جولات وجولات من التفاوض مع الغرب الهدف الأساسي كان هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تركيا كانت رأس الحربة بالنسبة للملف السوري أيضا بالنسبة لأي تدخل ممكن لأنه يمكن أن يتم عبر تركيا بالتالي من مصلحة أمريكا وجود طرف قوي هو تركيا أيضا ليوازي بمعايير الموازين الدولية إيران يعني هناك تركيا هناك إيران هناك السعودية هذه الدول المركزية في المنطقة من مصلحة الغرب الإبقاء على علاقات جيدة جدا مع تركيا وهذا ما يحافظ عليه خلدون بدأ أسألك عن طبعا العلاقة التي أو الكباش الأمريكي الروسي وتأثير هذا الكباش على ملفات المنطقة ولسيما منهم الملف السوري بالتحديد اليوم وكمان عن العلاقة الأمريكية مع إيران طبعا والانفتاح الأمريكي والتقارب مع إيران اليوم شو تدعيته راح تكون العنوان العريضي اللي اكتار بيحكوا فيه على الساحة الدولية ومكافحة الإرهاب اليوم البعض بيشوف أنه الأمريكيين ورطوا إيران بصراع بيئة المنطقة حطوها بمواجهة أو بواجهة مكافحة الإرهاب وبالتالي حطوها بمكان أنه هي العدو الأكبر للقاعدة ولكن السعودية ترفض هذا التسويق السعودية بالقرار الذي أصدرته بالنسبة للواعح المنظمة الإرهابية أرادت أن تقول للغرب بأنه لا تحاول التسويق وكأن إيران هي التي تحاول محاربة الإرهاب فقط لا نحن أيضا نحارب الإرهاب نحن عانينا الكثير من هذا الإرهاب مقاربة الملف نتحدث عن ملف الإيراني السعودي ونتحدث أيضا عن العلاقات الروسية الأمريكية بالنسبة للملف السعودي كان هناك قيل أن الرئيس الإيراني قد يزور السعودية حسن روحاني ولكن هذه الزيارة لم تتم السعودية اليوم مشروعة واضح ما تريد السعودية هو نقطة أساسية هي الملف السوري هي تريد إبعاد بشار الأسد والوصول إلى حكومة انتقالية ودعم المعارضة يعني النظام يحقق بعض المكاسب الميدانية على الأرض ولكن القرار السعودي وهو من بحثه العاهل السعودي مع الرئيس الأمريكي كان دعم المعارضة بوتيرة متسارعة جدا إيران تحاول أن تكسب صحيح أنها تكون قد دخلت في الملف السوري تحاول أن تفرض نفسها لاعبا ومفاوضا أيضا بالنسبة لأي ملفات خاصة بالمنطقة ركي عن أنها ستدعى إلى جنيف 2 وأيضا تدعى إلى جنيف 3 ربما إذا عقد وربما جنيف 30 لأن الأزمة ستطول أكثر وأكثر ولكن إيران هي لاعب أساسي ولا شك من خلال ما تملك في المنطقة من خلال ما تملك من رصيد في قطع غزة من خلال ما تملك أيضا في لبنان من خلال ما تملك في اليمن هناك تعددية هناك تنوع هناك وسائل كثيرة تملكها إيران وأيضا وسائل كثيرة تملكها السعودية ولكن الآن ربما أمريكا تحاول الانفتاح على إيران لتقول لموسكو أننا نحن نحضرون أيضا للدخول في مفاوضات جدية بالنسبة لحل الملف النووي الإيراني وربما تتحول إيران إلى شريك إلى جانب الغرب هذا ما يتضح يعني هناك من خلال الاتصال للدجارة بين الرئيس الأمريكي بارك أوباما وحسن روحاني هناك زيارة وانفتاح أوروبي كاثرين أشتن زارت إيران هناك مساعي بعض الشركات بوينغ مثلا ستعطي قطع غيار لشركات إيرانية هناك انفتاح ولكن هناك أيضا رسالة لموسكو أننا يمكن أن نكون شركاء حقيقيين لإيران في المنطقة هل هيك أكتر بالتفصيل عن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران وكيف ممكن تستثمر العلاقات مع إيران باتجاه حل حلات أكتر من ملف على الصعيد الإقليمي ولكن بعد هلوقف الأخيرة بحلقتنا خلوكن معنا مشاهدينا متابعين بعد الفاصل مع القسم الأخير من حلقتنا وأنا أعود معكم مشاهدينا دخلنا إلى القسم الأخير من حلقتنا قبل الفاصل كنا عم نحكي مع خلدون زيندين الصحافي يلي هو موجود معنا لأول مرة كضيف استيس خلدون يعني بدنا نحكي بشكل موسع عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران وكيف ممكن تستثمر الولايات المتحدة علاقاتها مع إيران المتقاربة بالمرحلة الأخيرة باتجاه حل حلات أكتر من ملف أكثر الملفات تأثرا بهذا التقارب أعطيكي مثال أخير هو ملف الانتخابات التي جرت في أفغانستان لم نشهد الكثير من التهديدات الأمنية في البلاد كان هناك انتخابات هادئة هناك مرشحون ولو كان هناك يعني عدم تفاهم أمريكي إيراني لما خصلت الانتخابات بظل هذا الهدوء الملف الأمني هو ملف ينعكس على كل ملفات من اليمن إلى لبنان إلى العراق إلى أفغانستان إلى باكستان كل هذه الملفات الأمن يبقى هو القائم الأبرز والمحرك الرئيسي للتقارب بين الدول منها التقارب الأمريكي الإيراني اليوم كنا نسمع كتير عن الإسلام السياسي مشروع الإسلام السياسي بالمنطقة البعض يتحدث أنه سقط هل تعتبر أنه سقط حقاً هذا المشروع بالمنطقة؟ يعني في مكان معين مصر لعبة الدور الأكبر في أسقاط هذا المشروع ولكن بالحديث عن المشروع الإسلام المشروع الإسلام السياسي الإسلام معتدل بطبيعته ويمكن أن يكون معتدلاً على غرار ما جرى في تركيا تركيا أيضاً لديها مشروع إسلامي هناك خلافات بين العلمانيين والإسلاميين ولكن الاعتدال هو الذي يبقي مشروع أو يسقط هذا المشروع ما جرى في مصر أسقط إلى حد بعيد وعلى مدى سنوات منظورة المشروع الإسلامي مشروع الإخوان المسلمين في مصر وربما يعودون إلى ما كانوا في السابق بعض العلاقات والخيرية لأكثر ولا أقل ولكن إلى حد ما تلقى ضربات كبيرة هذا المشروع حكيت عن الاعتدال من بمثل الاعتدال برأيك؟ يمثل كل الأطراف تمثل الاعتدال من هنا مرجعية للأعتدال؟ اليوم ربما من مصلحة السعودية القول أنها تحمي الاعتدال أمريكا تقول للسعودية أنكم أنتم تمثلون الاعتدال من مصلحتنا الإبقاء على هذا الاعتدال معكم من زيارة الرئيس الأمريكي بارك أوباما إلى السعودية حيث قال أن السعودية هي الركن الأساسي للاعتدال في المنطقة الركن الأساسي الذي تحتاجه المنطقة مقابل الإرهاب، مقابل التطرف الذي ينمو أكثر فأكثر قد يضر بالسعودية، قد يضر بالاتحاد الأوروبي، قد يضر بأمريكا وأيضا قد يضر بموسكو الاعتدال هو الخيار الأمثل لبعض الدول التي تسعى إلى السلام ولكن هذه الدول باتت قليلة جدا بس السعودية بشكل محدد متهمة بأن دعمت مجموعات معارضة إذا فينا نقول، مجموعات كمان كانت إرهبية نفذت بعض العمليات هي متهمة بهذا الإطار يعني كيف ممكن تمثل الاعتدال؟ أنت ذكرت أنه هي من مصلحتها تقول أنها بتمثل الاعتدال كيف ممكن تمثل الاعتدال؟ هي عانت للكثير تانية بمواجهة الإرهاب بالنسبة للملف السوري تدخلت لكثير من الأقويل المعارضة انقسمت بين معارضة معتدلة الجيش السوري الحر وبين معارضة تمثلها الجبهات المتشددة مثل جبهة النصرة هناك داعش التي تطرح الكثير من العلاقات حولها هل هي مرتبطة بالنظام أم لا؟ ولكن الفكر المتطرف هو الموجود السعودية تدعم المعارضة ولا تخجل من ذلك وهي تسعى لهذا الدعم على الجهات الفاعلة ولكن لا تدعم الإرهاب السعودية عانت لكثير من التفجيرات من هذا الإرهاب هناك تمييز بين المعارضة المعتدلة وبين المعارضة المتطرفة اليوم نرى بالداخل السعودية حركة ناشطة بالفترة الأخيرة على بعض المواقع مواقع التواصل هناك بعض الشخصيات اللي عم تطلعين أشخاص مواطنين عاديين عم بيطلعوا يشكون من ما يجري في السعودية من قمع للحريات من عمليات سرقة من نهب للمال العام بأي إطار تضع هذا الكلام وكمان عم بيحكوا مش بس عن هذه العمليات عارفين أنه بس بدهم يحكوا رح يكون مصيرهم بالسجن ثانيا ما تواجه به السعودية هو ملف الحريات عندما نقول السعودية نتحدث مباشرة عن حق المرأة في قيادة السيارة هذا من أبسط الحقوق نتحدث عن الحريات بالنسبة لإعطاء فصحة تحديدا في المنطقة الشرقية لبعض المعارضين ولكن في السعودية الوزن المالي الكبير يحمي البلاد يحمي الرياض المساعدات التي يقدمها الملك الأكثرية الموجودة في السعودية هي أكثرية من مصلحتها الحفاظ على الاستقرار تحقيق المكاسب المالية التي تحقق والتطلع إلى ما هو أبعد من ذلك ولكن الحريات طبعا هو ملف مصير للجذر في السعودية تتحدث عنه حتى أمريكا حتى منظمة حقوق الإنسان هو ملف شائع اليوم التقارب الأمريكي الإيراني أدي أثر على العلاقة السعودية الأمريكية بالنسبة للتقارب الأمريكي الإيراني أثار الكثير 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 من الهواجس لدى السعودية بعض المغالين في السياسة ومقاربين الملفات يتحدثون عن أن دول الخليج تحاول حتى التفاوض مع إسرائيل لمواجهة هذا التقارب الأمريكي الإيراني ولكن أمريكا يمكن أن تتقارب من إيران في الوقت نفسها لن تخسر السعودية الدليل هو زيارة بارك أوباما إلى السعودية وما أثير وما نقش من ملفات ستبقى على السعودية ولكن إيران عنصر أساسي وجوهري تحديدا في مقاربة موسكو يعني من مصلحة أمريكا الدخول في هذا التفاوض مع إيران والقول للروس أعود وأشدد على هذه النقطة أننا يمكن أن نتقارب معهم يمكن أن نؤسس لاستقرار في غير ملف وفي غير منطقة إذا بدنا نحكي عن اليوم البدائل التي تطرح بالسلطات بالدول العربية اليوم البعض بيعتبر أنه البدائل ما رح تكون أسوأ من الأنظمة الحكمة والبعض بيعتبر العكس ربما هذا صحيح يعني في مصر خرج الملايين ملايين الشعب المصري للمطالبة بإسقاط حكم العسكر للمطالبة بإسقاط حسني مبارك ولكن عاد السيسي السيسي هو عسكري بطبيعة الحال هناك نوع من تعارض ولكن الظروف كل الثورات بحاجة إلى سنوات لتتبلور وتحقق النتائج من الصعب الحكم على أي ثورة في الوطن العربي بمجرد مرور سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات المسألة بحاجة أكثر ولسنوات أطول لتتبلور أدي اليوم الدروز بشكل محدد كمان مثل الأقليات أخرى أيضا ولكن إذا بنا نحكي عن الدروز بشكل محدد أدي اليوم هن المتضررين من الثورات اللي صارت مثل ما ذكرت تاني أبي مش تهدفين صحيح الأقليات التي تلجأ إلى الخيار الأمثل هو النائب النفس النائب النفس عن هذا الطرف وعن ذلك الطرف يعني كدروز أو كمسيحيين من الأفضل هو النائب النفس عن الوقوف إلى جانب النظام أو الوقوف إلى جانب المعارضة المسألة غير واضحة وضوبية تماما لن يكون هناك انتصار لهذا الطرف على حساب هذا الطرف السراع سيطول الوضع العسكري والميداني سيطول أكثر وأكثر على الأقليات أن تنأى بنفسها وهذا ربما ما يلجأ إليها الدروز تحديدا في سوريا يحكي عن وجود فئة من الأقليات إذا بدنا نحكي بسوريا مثلا ما بتتفاعل مع يلي عم بيصير بمعنى هي لا تقف لا إلى جانب النظام ولا إلى جانب المعارضة عندها رأية عندها موقفة ولكنها ما عم تتفاعل مع يلي عم بيصير شو تعليقك على هذا الأمر؟ هل أنت من المشرجعين أنه يوقفوا بالحيات هو الخيار الأذكى تانية ما ينخرطوا من إزاع طبعا الأكراد ربما هم من المستفيدين الأبرز على الساحة السورية يؤمنون نوع من حكم ذاتي لمناطقهم يحيضون مناطقهم عن الدمار وعن الخراب وذلك نفس الأمر بالنسبة للأقليات الأخرى هذا الخيار الأمثل طيب لهذه الأقليات سواء كان مسيحيين أو حتى دروز يعني منعرف فيه مسؤولين بالداخل اللبناني عندهم أراء بيجهروا فيها بالنسبة للوضع بسوريا وموقفهم من النظام في سوريا إذا بنا نحكي عن وليد بيك جنبلات اليوم عنده موقف من اللي عم بيسير بسوريا وخاصة من الرئيس الأسد كيف بتشوف تأثير مثل هذه المواقف التي تطلق ببلدين مجاورة على ما يجري بالميدان بسوريا خصوصي فيما يتعلق بالأقليات اللي عم بتناشط أنه الموقف الأسكلة قال لهم أنه يكونوا على الحياد كيف يكونوا عن الحياد بعيدا عن هذه المواقف؟ هناك تبادل أدوار بالنسبة للدروز يعني يخرج وليد جنبلات ليتحدث بمواقف جهارا ضد الرئيس السوري بشار الأسد ولكن هناك مواقف أخرى لأمير طلال الرسلان وموهاب أيضا هناك نوع من وجهة نظرية لعب على الأدوار يعني لكل الأطراف إن كانوا وليد جنبلات أو حتى طلال الرسلان أو حتى ويمهاب يمونون على فئات محددة وإن كانت الأكثرية هي اللي صالح وليد جنبلات بالنسبة 60% بحسب بعض الأرقام ولكن هذا الدور هذا التعدد يحمي الدروس إلى مكان معين وهم محميون إلى حد ما لغاية الآن ولو كانت هناك بعض الاشتباكات في مناطق محددة ولكن تبقى محدودة لتأخذ المنحة القاسي والعنفي كما يجري في بقية المناطق بيحميهم التعدد؟ بيحميهم من خلال ربما إبعادهم يعني أنا ضد المواقف التي يقول من الجملات أن من مصلحة الدروس لإبتعاد عما يجي في سوريا هو ضد رئيس بشار الأسد ولكن فيه الوقت نفسه لو كان يريد أن يلعب الدور السلبي كان يمكن أن يدعم المعارضين الدروس بالسلاح أن يدفعهم إلى القيام ببعض الاحتجاجات والمظاهرات ولكن هو في مكان معين يقول عليكم أن تنقوا بأنفسهم إذا بنا نحكي عن الدور الإعلامي اللي عم نشوفه بيئة تعاطي مع ملفات حساسة كتير اليوم إذا بنا نحكي عن المشاهد المؤلمة المأساوية اللي بنا نشوفها على الشاشات التلفز بنا نستفيد كمان من حضورك لأنه حضرتك كمان إعلامي وعندك موقف من هذه الأمور المستفزة اللي منتبعها على شاشاتنا اليوم بنقل الحدث كما يجري يعني دايما بس نشوف انفجار أو نشوف حيالة عملية إرهابية عم بتصير بأي منطقة سواء بالداخل أو بسوريا دايما يقال عند التعليق من جانب المزعين أنه ضرورات النقل المباشر تقتضي بأنه الصور تظهر للعلن والرأي العام يتم يقدر يتبع على شاشاتنا هل أنت مع هيدا النهج هيدا الأسلوب المعتمد بأنه كل شي عم بصير لحتى نفرج فضاحة الأمور لازم كل شي ننقله للرأي العام وما لازم يكون فيه سانسور على بعض المشاهد المستفزة من أشلي وضع الإعلام اللبناني رغم أنه إعلام ريادي رغم أنه لبنان حر إعلام حر ولكن أنا ضد ضرورات النقل المباشر ربما تبيح تصوير بعض المشاهد ولكن المسألة أبعد من ذلك تانية أي مؤسسة إعلامية اليوم في لبنان تقوم بتدريب الكادر الموجود لديها من مصورين من منتجين من موضعين يعني أعداد الفريق العمل بشكل دائم هو الذي يمكن أن يخول هذا الفريق بتغطية أي كارثة ممكن أن تحصل مثلا المراسل الموجود على الأرض إذا كان مدربا فعلا على التعاطي مع هذه الكوارد يمكن أن يلتقط أي كادر من زاوية بعيدة لا يظهر هذه المشاهد العنفية التي يمكن أن تحدث أو جثث الضحايا أو المشاهد المروعة التي تروع الأهل خصوصا أن الأخبار في السابع والنصف أو الثامنة والنصف الأطفال يكونوا بين أهليهم موجودين بالتالي المسألة بحاجة إلى تدريب كل مؤسسة إعلامية بحاجة أن تدرب الكادر للتعاطي مع هذه الملفات كثيرا ما شاهدنا تانيا مذيعة أو مذيعة للأخبار يتحدثون عن كوارث تحصل وهم يبتسمون ضمن مراعاة لضوي الضحايا لأهد الضحايا المنكوبين حقا بما جرى أو يسألون أسئلة إلى جهات لا تملك الجواب الخاص للرد على أسئلتهم أسئلة عشوائية بالمطلق تعبية الهواء بشكل ببعض الأحيان يثير الكثير من علامات الاستغراب يعني يمكن نحن أن نقدم ولو كان هناك ضروريات خصوصا أننا في بلد في أي لحظة معرض لتفجير في أي لحظة معرض لكارثة مسألة الأعداد أعداد هذا الكادر تبقى أساسية في لبنان الكثير من الصحفيين يسعون إلى مبادرات شخصية أنا من ضمن أولئك الصحفيين الذين أجلت الكثير من الدورات مع مؤسسات إعلامية عالمية حول تغطية البيئة حول تغطية الحروب حول تغطية غيرها من الكوارث هي ما تفيد وتغني الإعلامي تضيئ على بعض الزوايا التي ربما الإعلامي اللبناني ربما لا يفكر فيها حتى بالتالي التدريب إن لم يكن على صعيد المؤسسات على صعيد الأفراد هو حاجة ملحة وضرورية للتعاطي مع كل الأحداث إذا بدنا نحكي عن معايير السبق الصحفي السؤال معايير السبق الصحفي ولكن الدقة هناك سبق صحفي يمكن أن أثير أي سبق صحفي ربما لنأخذ مثل انهيار مبنى يمكن أن أعطي بعض الأرقام المخيفة أو حتى أعطي أسماء على الهواء بالإضافة إلى الأسماء الأسماء الكامل اسم ثلاثي أحيانا بالتالي السبق من وجهة نظري الأولوية هي للدقة بنقل الخبر هذا بعض المؤسسات الكبرى تلجأ إليه أقدم الخبر بطريقة مدروسة بطريقة دقيقة أتأكد من كل المعطيات الموجودة قبل أن أقدم خبر عشوائي يمكن أن يسبب الكثير من المآسي بطريقة غير مدروسة اليوم الأعلامي بمختلف المؤسسات الأعلامية يلتزم بسياسة المحطة اللي هو عم بيشتغل فيها كيف اليوم بيقدر يعني نحكي عن موضوعية كتير أساسية كتير مهمة ولكنه ما في المطلق تنشوف محطة تلتزم فعلا معيير الموضوعية ولكن هو كدوره كيف لازم يتصرف لما يكون بمواجهة حدث معي؟ العالمية لترهب الملاسلين الموجودين على الأرض أو المتعين هناك دائما هامش للتفلط وتقديم مادة قدر الإمكان الموضوعية توازي تعطي الرأي والرأي الآخر هناك دائما هامش هذا يعود إلى ذكاء الصحفي بالتخلص وتقديم هذه المادة أنا ليس من مصلحة مثلا إبراز موقف طرف على حساب طرف آخر إلا إذا كان متعصب إلا إذا كان متعصب وبالتالي هذا ليس الإعلام هذه ليست رسالة الإعلام التي يبقى هو المنبر لإيصال صوت كل الناس إلى المسؤولين أنا أقدم المادة كما هي وعلى المشاهد أن يحكم ليس علي أنا أن أفرض هذا الرأي هنا وأقول حصل كذا 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 ولكن أنا أعطي كل الوقائع وعلى المشاهد أن يحكم هو بنفسه خلدون زين الدين الصحافة نورت بحضورك معنا الصحافة والإعلامة أيضا أنا كتير سعيدة أنك كنت ضيفة لأنك خصيتنا بهذا اللقاء نحن اشتغلنا سوى بمحطة الان بي ولكن أنت كنت رئيس تحرير وأنا كنت المزيعة اليوم اختلفت الأدوار أنت الضيف وأنا المحاورة أي حبيت أكتر أنك تكون ضيف أم أنك تكون محاور أول شيء أنا كنت مسؤول نشرة أكتر مش رئيس تحرير فيها ولكن مسؤول بعض النشرات ولكن بالنسبة لأنني أنا أجد نفسي في المكان لأنني أريد أن أطرح الأسئلة على ضيف آخر يعني هذا ما أشعر به أنا الصحافي أسأل الأسئلة هذه أول مرة ربما لكونك أنت تاني أصدفين المضيف في شركة ولكن أنا أحبت طبعا أن أكون أنا الصحافي الذي يسأل الأسئلة وأدير الحوار نعربنا نتمنى لك كل أتوفي خلدون عن جد فعلا أنت بتستحق المزيد من التقلق والمزيد من النجاحات وإن شاء الله منشوفها كاكي بمراتب أعلى شكرا لحضورك وأيضا الأمنيات لألك كمان بالنجاح اللي بتستحقي شكرا لحضورك معنا لهون مشاهدينا موصل لختم الحلقة بالختم الشكري كتير كبير للفريق العامل من وراء الكاميرا رياض الهبر، توماس نامي وغسان حويس وأيضا ميشيل وعبر الإخراج دانيل فضول موعدة ماكن يتجدد مثل كل أسبوع التالتة الجيب يتمهم ساعة 8 ونصفة كونوا على الموعد وألا ماكن ترجمة نانسي قنقر